طب أنا فيه تمارين أقدر أعملها وأنا في البيت أقدر أعملها وأنا بمارس شغل البيت الوقت عندي دايق مش ملاحق أعمل حاجة ولا أنزل أبقى مخصصة وقت للرياضة والكلام ده كله ففيه تمارين إحنا نقدر نعملها ونساعد جسمنا لأنه بعد السن معين الجسم الحرق بتاعه كمان بيقل قبل ما أرد على السؤال ده لازم يكون عندي جوايا هدف اللي عايز حاجة بيعملها ممكن أنا أعمل كل تمارين الجيم وأنا في البيت كل حاجة كل التمارين كلها ما فيش فرق وما فيش ست مليان لا اليوتيوب الحقيقي ما عنداش حين أنها تبقى رشيقة ويبقى جسمها يعني مثالي وما عندهاش بطن وما عندهاش أرداف ويعني أكيد كلنا نفسينا بس مش عارفين نعمل إيه أنا الكرسي اللي أنا قاعدة عليه ممكن نعمل أنا محضرة النهاردة حاجات نمازج بكل حاجة في بيتي أقدر أعملها أنا في بيتي الكرسي اللي أنا قاعدة عليه ده ممكن نعمل 50 تمارين وأنا قاعدة عليه ورينا بقى يعني عايزة تطلع الشاشة بقى ممكن نعمل 50 تمارين وأنا قاعدة على الكرسي وأنا في البيت عندي لو أنا عندي اللي هي المية هي أزاز المية الكبيرة للفاضية أحط فيها مية وأعمل فيها أوزان أوزان مختلفة أول حاجة هو أنا جبت كل حاجاتي من البيت وأنا في المطبخ بتاعي بعمل حاجة أولاً وأنا يعني مثلاً أنا كلنا في بيتنا فينا معنا أزاز المية المعدنية بأوزان مختلفة ممكن إزازة أدرج نفسي إزازة لتر مية لتر اتنين كيلو يعني كل شوية مثلاً كل أسبوع بتقل بعمل بزود الوزن وأنا في بيتي ممكن أعمل حاجات دي كلها وأنا معي بيبي صغير هي هنا بتعمل إيه سكويت يعني؟ ده الوقت في عصائي بتاعت المقشة إزازتين كلور حطيتهم في حاجات من البيت بقى حاجات من البيت إزازتين كلور عشان فيها إيد دخلتها في المقشة في العصائي بتاعتي وأعمل زي التمرين اللي أقوّل يعني كأني بعمل أوزان على البار اللي أسكي ده هي اللي طول اليوم تعبانة بيها اللي طول اليوم أنا سيئة طول اليوم أنا بعمل شغل البيت طول اليوم مثلاً مجهدة لأن معظم السيدات كلهم أنا إيدي بتوجعني عصاب إيدي واجعاني برضو دي كده حقيبة هي برضو في البيت عندي أنا ممكن أنا مع ظهري وأعمل تمرين البطن برضو وأنا شايلة شنطة ممكن أشيل حد من ولادي أشيل بيبي أنا برضو أنا عندي بيبي مثلاً عنده شهور أو سنة ومعنديش وقت إنه ننزل منها إنه نلعبه ومنها إنه هو يبسط أنام على السرير بتاعي وأنا معاه أبدأ أشيله وأنزله أنا جايبة صورة لتمرين البلاك ممكن وأنا شايلة ابني على ظهري وأنام على الأرض وأشيله برضو بنمي كوة العضلية البطن ونمي كوة العضلية الإقدية ورجلية وهنا فيه تمارين وأنا قاعدة على الكرسي برضو أقدر أعمل رجلين تبادلية طبعاً التمرين ده مفيد جداً لعضلات البطن السفلية لعضلات الفقد الأمامية أدي عملت التمرين بتاعتي وأنا قاعدة على الكرسي ولو حد عنده مشكلة في الرجبة في ظهره أو كده ممكن التمرين دي تتفيده شوية أنا لازم راعي سواء أنا عندي مشاكل ما عنديش مشاكل لازم راعي أعمل الأمن وأنا بعمل التمرين بتاعتي وأولاً أنا قاعدة على كرسي برضو أنا فأعمل بالروح أولاً أنا مش عايز أن أنا سواء أنا في البيت أو أنا في جيم رايح ساعة بشوف الناس مثلاً إيه راحت جيم أول يوم ساعة المشاية ساعة على جيم هيجيب نتاجة سلبية أهي دي صورة للطفلة التي كنت بتقولي عليها أنا ما عنديش وقت مثلاً بعمل تمرين البلاكة أهو شكلها اللي حطة البيبي على ضائرها دي هتطياره لا لو ماسك فيها جامد ما أمناه طبعاً أنا لو عايز أعمل حاجة عندي هدف هعمل ما عنديش وقت ننزل جيم ما فيش إمكانات مادية أنه ننزل وقت قليل ابني مثلاً مش عارف أعمل لا هتطياره هعمل معك كمانين رياضي في البيت حتى هو كمان هيبسط كمان حتى هو هقعد ساعة ألعب معاه حتى هو بنمي عنده الرياضة عنده وعي من صغره لأن الطفل هو من أول يوم لحد ست سنين مهما أنا أتكلم مش بيعنده إدراك لما أنا أعمل العادة أصاد منه هيبقى طالع عنده عادة كويسة زي مثلاً ممارسة الرياضة أصالي غسيل الأسنان طبعاً وكثير من الأعداء حسب ما أنا بعود ابني شايف أن أنا مهتمية بالرياضة وأنا من صغر يعني